السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس موجه لتلامذة الخامس ابتدائي فيه يحتوي برميل على 95.5 لتر من الماء عبر عن هذه الساعة بالديكالاتر والهكتولاتر والديسالاتر عبر عن هذه الساعة بالديكالاتر والهكتولاتر والديسالاتر يعني أننا سنحول هذه الكمية الموجودة في البرميل سنحولها إلى الديكالاتر والهكتولاتر والديسالاتر يمكن أن نحولها مباشرة بإزاحة فاصلة إلى الأمام أو إلى الخلف لكن تبقى طريقة جدول الساعة هي الأفضل بالنسبة للمبتدئ إذن في جدول الساعة لدينا الديكالاتر والديسالاتر والسانتلياتر والميليلاتر اللاتر هو الوحدة الأساسية لقياس الساعة ومضاعفاته الديكتولاتر والديكالاتر وأجزائه الديسالاتر والسانتلياتر والميليلاتر الآن نأخذ ساعة البرميل التي هي 95.5 لتر ونضعها في الجدول إذن 95.5 لتر هي الكمية الماء الموجودة في البرميل نضعها في الجدول نبحث عن الوحدات الوحدات الذين الفاصلة الوحدات العشرات أما هذه الخمسة فتسمى الأعشر ما يهمونه هو الوحدات هي التي نضعها في الوحدة المطلوبة إذن الخمسة لترات الوحدات السهم ينطلق من الوحدات فأضع خمسة في اللتر أضع خمسة في اللتر فتسعة ثم أضع الخمسة هذه أمام اللتر الآن 95.5 لتر أصبحت هي 955 ديسال لتر إذن مباشرة أصبحت 955 ديسال لتر أحول الآن إلى الهكتوليتر أين هو الهكتوليتر الأمام إذن أضيفه الصفر فتصبح 95.5 لتر تصبح هي صفر أقرأ من الهكتوليتر صفر ماذا؟ صفر هكتوليتر صفر فاصلة 955 صفر فاصلة 955 يعني أن هذه الساعة أقل من هكتوليتر لم تبلغ واحد هكتوليتر فقط صفر فاصلة 955 الآن أحول إلى الديكاليتر أين هو الديكاليتر؟ هذا هو الديكاليتر يجب التمييز بينهم لأن التنميذ أحيانا تتشابع عليه الديكاليتر والديسال لتر فالديسال لتر من أجزاء اللتر وهي ساعة أصغر من اللتر أما الديكاليتر فيساوي 10 لتر إذن إذا حولت إلى الديكاليتر أقرأ 9 ديكاليتر يعني 9.55 9.55 ديكاليتر إذن هذه كمية الماء الموجودة في البرميل بالليتر يعني تساوي 9.55 ديكاليتر وتساوي أيضا 0.955 هكتوليتر وتساوي أيضا 9.55 ديكاليتر وإذا أردنا أن نستعمل طريقة أخرى غير الجدول فلكي نحول إلى الديكاليتر أقسم اللتر على 10 يعني الفاصلة تزاح إلى اليسار برتبة لكي أحول إلى اللتر أقسم على 100 يعني أن الفاصلة تزاح برتبتين إلى اليسار تزاح برتبتين تصبح هنا يعني هنا فرغ نضع السفر وللتحويل من اللتر إلى الديسال لتر نضرب في عشرة لأن هذا هو اللتر اللتر من اللتر إلى الديسال لتر نضرب في عشرة من اللتر إلى السانتيل لتر نضرب في مئة من اللتر إلى المليليمتر نضرب في الآلف والعكس عندما نمر من اللتر إلى الديكاليتر نقسم على عشرة من اللتر إلى الهكتوليتر نقسم على مئة أو نضرب في واحد على مئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة